اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الحبيب المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين إخوة العزاء الطلب الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم حول الإعراب التقديري كما هو واضح ومبرهن عند أهل الفن من علماء النحو أن الإعراب على قسمين قسم منهما ظاهري بحيث يظهر الإعراب في آخر الكلمة منطوقا وملفوضا والقسم الثاني منهما هو الإعراب التقديري بحيث لا يكون ظاهرا فتكون العلامة الإعراب منوية ومقدرة أثناء التلفظ بالإسم أو الفعل هذه مسألة مسلمة أيضا من المسألة المتعلقة في العراب التقديري أن العراب التقديري يتعلق تارة بالأسماء وتارة بالأفعال لكن مع شروط هذا العراب الذي يتعلق بالأسماء يكون في خمسة موارد المورد الأول كما ذكروا هو المورد الأول هو الإسم المفرد المضاف إلى ياء المتكلم الياء المتكلم كما ذكر المصنف أيضا هذا المورد ومثاله مثل كتاب مدرسة دفتري قلم صديقي إذن هذه الأسماء المفردة عندما تضاف إلى ياء المتكلم عندئذن يكون الإعراب فيها بالتقدير لأن الياء المتكلم هي مانعة هي مكسورة ومانعة عن إظهار الحركة في هذا الإسم فإنما تقول هذا غلامي أو هذا كتابي فيكون إعراب كتابي مرفوع والرفوع يكون مقدر منوي عند التلفظ ورأيت كتابي هنا كذلك كتابي بالتقدير منصوب ويكون مفعودا به لي رأيته وكذلك مررت مثلا بغلامي هنا كذلك هذا الإسم مضاف إلى ياء المتكلم فيكون مجرورا وجره بالتقدير إذن هذا المورد الأول من الأسماء التي فيها إعرابها بالتقدير المورد الثاني في الإسم المقصور إذا كان هناك إسم مقصور وهو الإسم الذي آخره ألف مقصورة مثل فتى مثل ندا مثل هدى هذه الأسماء أيضا يكون حركاتها الثلاث الإعرابية تكون مقدرة لأن ألف المقصورة لا تتحمل الحركة ولذلك تكون الإعراب بالتقدير والنية المورد الثالث من الأسماء التي إعرابها بالتقدير الإسم المنقص وهو الإسم الذي يكون في آخره ياء مثل قاضي راعي هذه مثل أمثال هذه الأسماء يكون إعرابها إعراب في حالة الضمة وحالة الكسرة يكون بالتقدير لكن في حالة النصب يمكن أن يكون ملفوظا تقول مثلا الأمثلة تقول في حالة الرفع هذا قاضي فيكون الإعراب الضمة بالتقدير رأيت القاضي كذلك هنا بالتقدير عفوا رأيت القاضية هنا فيها قولان قولا يقول أيضا هذا بالتقدير وقولا ثانيا أنه يمكن إظهار الفتحة في آخر الإسم المنقص باعتبار أن الفتحة أخف الحركات ولا يؤثر ذكرها وإظهارها في آخر الإسم المنقص فإذن على المشهور أنه يجوز دخول الحركة أو إظهار الحركة في آخر الإسم المنقص في حالة النصب لكن قولا آخر أنه أيضا يكون بالتقدير وكذلك مررت بالقاضي ومررت بالراعي هنا يكون أيضا إعرابه بالكسر إعراب بالكسر يكون بالتقدير هذا الموضي الثالث والموضي الرابع العلم المركب إما مركب إسنادي أو مركب مسجي هنا أيضا مثلا المركب الإسنادي مثل إذا شخص موسوم أو موسوم بي تأبط شرا تأبط شرا هنا فعد وفعد ومفعود به هذه الجملة صارت علما لشخص معين فطالما هذه الجملة صارت علما هذا العلم في حالة الحركات الثلاثة الرفع والناس والجال يكون بالتقدير وكذلك بالنسبة للمركب العلم المركب المسجي مثل بعلباك حضر موت هنا أيضا يقول إعراباتها بالتقدير لكن هناك قوة أنه إعراب غير المنصرف بحيث يكون في حالة الرفع في حالة الرفع يكون بالضمة لكن في حالة النص والجر بالفتحة تقول هذا بعلبك رأيت بعلبكة مرتب بعلبكة هنا هذا أيضا قسمنا بالتقدير المورد الخامس وجود حرف زائد على اسم بحيث أن هذا الاسم يكون مجرورا في الظاهر بواسط حرف الزائدة ولكن في الحقيقة يكون معربا إعراب بالتقدير فإذا هذه مثل قوله تعالى لست عليهم بمسيطر فهنا مسيطر أصله لست عليهم مسيطرا لأن مسيطر هنا من حيث العراب يكون خبرا ليسا ولكن بما أنه حرف الزائد هي حرف الباء دخلت على هذا الاسم فصار الاسم لفظا مجرور ولكن محلا منصوب محلا منصوب لأنه خبر ليسا إذن هذه خمسة أقصى من الأفعال من الأسماء التي تدخل عليها الحركات العرابية أكثرها بالتقدير وبعضها بالتقدير وبالإظهار أيضا وهناك من الأفعال أيضا إعرابها تقديرية إعراباتها تقديرية بحيث أن الإعراب لا تظهر بل يكون في الإعراب في التقدير هذه الأفعال هي أولا الفعل المضارع المعتلي ألفا مثل يخشى فيخشى يكون فعل مضارع معرب محلا لكن إعرابه بالتقدير باعتبار أن ألف في آخر الفعل يكون مانعا عن ظهور الحركة الضم والقسم الثاني الفعل المضارع المعتلي وان مثل يدعو وكذلك هنا يكون إعرابه بالضمة بالتقدير كما يقال والقسم الثالث الفعل المضارع المعتلي باليا مثل يقضي يمشي يرمي هذه الأفعال أيضا إعراباتها بالتقدير إذن نستنتج أن الإعراب التقديري على قسمين قسم منها في ضمن أسماء معينة وقسم منها في ضمن أفعال معينة هذا ما أشرنا إلى بصورة مختصرة لكن المسنف ذكر هذه الموارد الإعراب التقديري خمس على خمسة أقسام نقرأها من المتن والشرح هنا في العنوان قال الإعراب التقديري الإعراب هنا من حيث الحركة مضموم والتقديري أيضا مضموم فالإعراب موصوف التقديري صفة الصفة والموصوف يكون خبا لمبتدئ المحذوف هنا أو هذا فإذن هذا بصورة الإعراب الظاهر وبإمكان الطالب أن يقرأ هكذا الإعراب التقديرية بالنصب هنا فيكون الإعراب التقديرية صفة موصوف يكون مفعولا لفعيل المقدر ندرس الإعراب التقديرية هنا بإمكان الطالب أيضا أن يقرأ هذا العنوان وهذا كثير من العنوان للكتب للدروس أن يقرأ الإعراب الإعراب التقديرية بالكسر هنا الدليل على ذلك أنه الكسر صفة وموصوف كلاهما يصير مجرورا لحرف جار مقدر وصلنا إلى الإعراب التقديري إذن هذه العنوان بإمكان للطالب أن يقرأ ثالثا بالضم بحيث باعتبار أنه خبر لمبتدئ المحذوف ثالثا يقرأها بالفتحة باعتبار أنه مفعول به لمفعل المقدر وثالثا بإمكان أن يقرأ بالكسر بالجر باعتبار أنها متعلقة مجرورا بحرف الجر المقدرة إذن هذا بالنسبة الإعراب لهذا العنوان قال المسنف فصل تقدر جميع الحركات أنما قال فصل كما أشن فيما سبق من الدروس أن الفصل على معاني منها الفصل هو الحاجز بين الشيئين المتغيرين الحاجز بين الشيئين المتغيرين هنا الدروس السابقة كان حول الإعراب لكن إعراب الظاهري لهنا ما بحثنا الآن حول الإعراب التقديري فإذن بين التقديري والظاهري تغير واضح ولذلك عبر المسنف بالفصل لم يقل ومثلا إعراب كذا حتى يعطف على ما سبق لا هنا الكلام المستأنف ولذلك عبر بالتعبير فصل قال هنا فصل تقدر جميع الحركات في نحو غلامي غلامي هو الإسم المفرد الصحيح الذي أضيف إليه المتكلم فهنا إعرابه بالتقدير كما أشرت قبل قليل كما تلاحظون أنه غلامي هنا قلت مفرد أما إذا كان الاسم مثنى مثل غلامان أو يكون جمعا مثل أولياء مثلا مسلمون مثلا فماذا يصير هنا يكون العراب يكون حركاتها ظاهرة حركاتها ظاهرة لا يكون مقدرة ولذلك هنا اشترت أنه في العراب التقديري يجب أن يكون الاسم مفردا حتى يتم العراب التقديري ولذلك عبر غلامي بالإفراد والفتاة فغلامي هو الاسم المفد المضاف إلى المتكلم والفتاة هو الاسم المقصور هو القسم الثاني من الأقصام الخمسة التي ذكرتها الاسم المقصور بحيث هو الاسم الذي آخره ألف مقصور فألف المقصور تكون مانعة من ظهور الحركة العربية ثم يقل ويسمى الثانية مقصورا يعني الفتاة مقصورا باعتبار الألف المقصور في آخره لكن المقصور يعني هذا الألف يكون ألفا لازمة لازمة بمعنى أنه لا يمكن الفك والانفصال بين هذا الألف وبين الاسم إذا فتنفصلت فيكون المعنى يختل يكون الكلمة مهملة ولذلك هذه الألياء المقصورة لازمة مثل همزة في صحراء مثلا مثل ألف مقصورة في حبلامة هكذا والضمة والكسرة القسم الثاني من الإعراب الثالث والضمة والكسرة في نحو القاضي وهو المقصور هو المنقوس عفوا المنقوس هو الاسم الذي يكون حرف آخر حرف ي نسمي هذا الاسم منقوس المنقوس بإعتوار أنه آخر حرف عل مثل قاضي قاضي آخر حرف عل ولذلك يسمى منقوس ففي القاضي الضمة والكسرة بالتقدير لكن في حالة النصب يكون الحركة ظاهرة تقول هذا قاضي رأيت قاضية مررت بقاضي ففي حالة الرفع والجر الرفع والكسر يكون الحركة بالتقدير ولكن في حالة النصب يكون الحركة ظاهرة ويسمى منقوسا والضمة والفتحة في نحو يخشى هذه المواد الثلاثة في الأسماء لحن أضفنا على ثلاثة أسماء اسمين آخرين قلنا العلم المركب إما مسجي وإما إسنادي وإما ويكون مثلا القسم الرابع الخمس من الأسماء الاسم الذي دخل عليه حرف الجار فعند إذن يكون عرابه بالتقدير لموجوده مانعا في الحركة والقسم الثاني من إقسام العراب التقدير ما يكون في الأفعال مثل الفعل المضارع المعتلى ألفا يخشى هنا يخشى فعل المضارع المعرب ولكن حركته ورفعه بالضمة المقدرة وكذلك الفتحة والضمة في نحو يدعو ويقضي بالنسبة ليدعو ويقضي هنا يكون أيضا الضمة فقط وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية لا يقضي ولا يدعو أما هناك حركة مشتركة بين الإسم والفعل الحركة المشتركة هي الفتحة تقول مثلا رأيت القاضية القاضي اسم منقص ويبتكون الحركة ظاهرة بواصل الفعل مثلا وليدعو كذلك فعل المبارع المعتل منصوب وحركته ظاهرة لن يقضي ولن يدعو إذن الحركة هي الفتحة مشتركة بين الفعل والإسم باعتبار أن الفتحة هي أخف الحركات والحركة الخفيفة لا تضر ولو كان الفعل منقصا معتلا أو يكون الإسم منقصا هذا ما يستفاد من المثل أما شرح ما ذا كاله المصنف يقول هكذا علامة الإعراب على ضربين كما أشرت ظاهرة وهي الأصل وقد تقدمت أمثلتها فيما سبق قبل هذا الفصل وثانيا ومقدرة وهذا الفصل معقود لذكرها هذا الفصل مهيئ معقود لأجل بيان هذا القسم من الإعراب الإعراب التقديري بحيث أن الإعراب التقديري لا يمكن النطق بها ولا يمكن التلفظ بهذا الإعراب أثناء التلفظ بالكلمة بالفعل والاسم لمانع هذا المانع يكون سبب لظهور الحركة ثم يقول ما يقدر فيه العراب العراب التقديري والذي يقدر فيه العراب خمسة أنواع القسم الأول ما يقدر فيه حركات العراب جميعها لكون الحرف الأخير منه لا يقبل الحركة لذاته هو القسم الأول وهذا يكون اسم المقصور اسم المقصور مثل فتى مثل هدى مثل ندى هذه الأسماء باعتبار المقصورة وهذا الأليف الأخير لا يمكن لا تقبل الحركة ولذلك تكون العراب عليها يكون العراب عليها إعراب تقديريا وهو الاسم الذي آخره لازمة ألف لازمة قلت لازمة بعتوى أنه لا يمكن الفك والانفصال بين الاسم وبين هذا الأليف مثل الفتى تقول جاءني الفتى فهنا الفتى اسم مقصور حركته في حالة الرفع يكون بالتقدير ورأيت الفتى كذلك هنا أليف مقصور في آخر الكلمة أيضا يكون حركته بالتقدير ومررت بالفتى فتى هنا مجرون ولكن جر علامة جر هي كون بالكسر المقدرة باعتبار أن هذا الأليف تكون مانع من ظهور الحركة فتقدر فتقدر في الأول ضم وفي الثاني فتح الأمثلة وفي الثالث كسرة يقول وموجب هذا التقدير أن ذات الأليف لا تقبل الحركة لذاتها لأن نفس الأليف هي حرف ضعيف وحرف ضعيف لا يمكن أن يتقبل الحركة لذلك يكون الإعراب إعرابا تقديريا الثاني الثاني من تلك الأقسام الخمسة ما تقدر فيه حركات الإعراب جميعها كالأول لا لكون الحرف الأخير منه لا يقبل الحركة لذاته مثل الأليف المقصور بل لأجل ما اتصل به وهو اسم المضاف إلى ياء المتكلم فمثل كتاب درس قلمي دفتري المضاف إلى ياء المتكلم عند يكون هذا ياء المتكلم يكون مانع من إضهار إبراز وإظهار الحركة نحو غلامي وأخي وأبي هذه الأمثلة الثلاثة وذلك لأن ياء المتكلم تستدعي تتطلب وتقتضي الإنكسار ما قبلها لأجل المناسبة ياء المتكلم يعتبر أن ياء مكسور يستدعي تطلب أن يكون ما قبله من الحرف أيضا يكون مكسورا فيكون اجتماع كسرتين نفس الياء مكسورة وكذلك الحركة ما قبلها يكون مكسورة عنده اجتماع كسرتين واجتماع كسرتين لا يجوز ولذلك يكون ياء بنفسه يكون مكسورة ولكن الحركة الأخيرة يكون ماذا بالتقدير قال فاشتغال آخر الاسم الذي قبلها بكسرة المناسبة منع من ظهور حركات الإعراب رفعا ونصبا وجرا فيه هذا الثاني والثالث من الأقسام العراب التقديري ما تقدر فيه الضمة والكسرة فقط للاستثقال الكلمة في حالة باعتوى أنه استقيض في التلفظ ولذلك هنا لا يمكن أن تدر الحركة بل تقدر الحركة لكن في حالة الضمة والكسرة تقول وهو الاسم المنقوس ونعني به المقصود بقول المصنف أن الاسم المنقوس هو الاسم الذي آخره ياء مكسور وقبلها القاضي مثلا والداعي والرامي هكذا القسم الرابع من الأقسام الخمسة ما تقدر فيه الضمة والفتحة للتعذر في حالة وجود عذر لإظهار الحركة فقد يكون الضمة والفتحة بالتقدير لكن الكسرة يكون ضاهرا فتقدر في الأول ضمة وهو الفعل المعتل بالألف مثل يخشى ونحو يخشى تقول يخشى زيد فيخشى هنا فعل مضارع معرب وحركة وحركة إعرابه الضمة المقدرة باعتبار أنه ألف لا تقبل الحركة وليخشى في حالة الناصب لن يخشى هناك فعل معرب منصوب لكن بعد أن الحركة المقدرة على الفعل باعتبار أنه اليا في آخره أو الألف في آخره مانعا عن ظهور الحركة فتقدر في الأول يخشى ضمة وفي الثاني لن يخشى فتحة لتعزل ظهور الحركة على الألف إذن هذا القسم الرابع من تلك الأقصام للإعراب التقديري والقسم الخامس والأخير يقول ما تقدر فيه الضمة فقط هناك فعل هذا الفعل إذا كان معتلا باليا أو الوا عند إذن يكون الضمة مقدرة أما الفتحة والكسر لا تدخل على الفعل أما في حالة الفتحة يكون ظاهرا وهو الفعل المعتل باللوا نحو زيد يدعوه فيدعو فعل مضارع معرب لكن حركته بالضمة تقدر بالضمة وبالياء نحو زيد يرمي كذلك في يرمي فيد مضارع معرب لكن حركته ضمته بالتقدير هذا الأقصام المذكورة على خمسة أقصام عند المصنف والأخير وهو الإعراب المشترك بين الإسم والفعل وهو الإعراب الفتحة يقول وتظهر الفتحة لخفتها على الياء في الأسماء والأفعال في الأسماء والأفعال يعني يجوز يعني يظهر هذه الحركة الفتحة في آخر الإسم وكذلك الفعل لأنه خفيف وعلى الواوي في الأفعال كقولك الأفعال أيضا إذا كان الفعل معتلا نواويا أنه يظهر الحركة الفتحة مثل إن القاضية لن يقضي لاحظ ولي يدعو هذه المواد الثلاثة مثال لهذا المواد الفتحة المشتركة بين الفعل والإسم وكذلك ظهور الفتحة بالنسبة للفعل إذا كان نواويا معتلا نواويا القاضية اسم منقص ظهر الفتحة إن القاضية لن يقضي يقضي فعل مضارع لكن حركتها الفتحة ظهر بوسط الناصبة ولي يدعو إذا كان فعل آخره مع الواو أيضا يدعو الحركة تظهر على الواو قال تعالى هذا المثال مثال عرفي بين النحات هناك استشهاد بقوله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في الأمثلة الموارد الثلاثة أجيبوا داعي الله لاحظ أنه داعي الله داعي اسم منقص لكن بما أنه منصوب على فتحة الظهرة في آخر الكلمة داعية على الياء ولي يؤتيهم الله يؤتيهم الله فعل مضارع منصوب وعلى ما تنسب الحركة الظاهرة لأنه هذا الفعل منصوب بأثوار لن الناصبة فإذا هذا الفعل أيضا يكون الحركة ظاهرة وقول تعالى لن ندعو لن ندعو من دونه إلها كذلك ندعو فعل مضارع باعتبار فعل مضارع مع تل نواوي وهو منصوبا باعتبار لن الناصبة دخل على الفعل فصار منصوبا والحركة تكون ظاهرة لا يكون مقدرة هذا كل ما قال المسنف لكن تتمة لهذا المبحث أذكر بصورة سريعة ثلاثة مورد من أقصام الحركة الإعرابية التقديرية منها إعراب المحكي إعراب المحكي أيضا يكون بالتقدير وهو أنه كل لفظ أو جملة عندما حكيت بها فعند الإعراب أنت تعرف على ما حكي به مثلا واحد شخص قال كتبت ضربة كتبت ضربة وكتبت يعلم مثلا هنا من حيث الإعراب ماذا يصير كتبت فعل وفعل يعلم بما هنا فعل لكن هنا من حيث الإعراب مفعول ب لكتبته لأنه قصد المتكلم كتبت لفظ يعلم أو كلمة يعلم فهنا هذا يعلم يحول إلى لفظه يقول لفظ يعلم أو فعل يعلم فيكون هذا إعراب بالتقدير كتبت يعلم فيكون يعلم أو يعلم مثلا يكتب كتبت يعلم يعلم يكون هنا منصوب محلا لأنه مفعول لفعل فيكون إعراب بالتقدير هذا المورد الأول المورد الثاني إعراب المسمى به شخص فرضا يسمى بإسم حيث بإسم من أسماء مبنية فعند إذن إعراب هذه الأسماء المبنية يكون إعرابا بالتقدير مثلا يقول هذا من يعني هذا الشخص يسمى من فيكون من هنا إعراب بالتقدير يعني مرفوع مقدرا باعتوار أنه خبر لهذا ومثلا رأيت من يكون هنا مبني على الظهر ولكن محلا منصوبا بإعتوى أنه مفعول بلي رأيت وبررت بحيث حيث هنا مجرون محلا هو لفظ مبني ولكن محلا مجرون بإعتوار أنه دخل على حرف الجار لكن هذه الحركة حركة تقديرية إذن هذا القسم الثاني من الأقسام للعراب التقديري المتبقي والقسم الثالث الإعراب المحلي في الإعراب المحلي إذن هناك إذا كان الأسماء مبنية أسماء مثل هؤلاء هنا هؤلاء وهنا من أسماء مبنية أو مثلا ذلك أسماء الإشارة هناك هنا هذه أسماء إشارة هؤلاء إسم إشارة فعند الإعراب يكون إعرابها بالتقدير مثلا عندما يقول أكرمت من صادقني وهكذا أو أحسنت إلى الذين اجتهدوا الذين موصول لكن هنا مفعول به لأحسنت لكن مجرور باعتبار أنه دخل على حرف الجر لكن جره بالتقدير ففي هذا مثلا أمثلة هؤلاء وكلمة من وكلمة الذين محلا يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا هذا تمام الكلام في الإعراب التقديري وقد بينا الإضافات منها خارجا عن ما ذكره المسنف تتمة وإكمال للدرس وإن شاء الله الدرس القادم حول الفعل المضارع والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد